السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشخص اللي قاعد قدامك لسه مخلص أول مباراة في الدوري الممتاز به وتعالى حكيلك التفاصيل فريق الرباط اللي أنا بلعب معاه انتهى من الدوري الممتاز ألف والموسم الجاي يمكن يبدأ في شهر عشر الجاي أو شهر 11 احنا في شهر خمسة دلوقتي وفي الدوري الممتاز به بورسعيد فيها فريق بيبدأ اسمه فريق نادي هوات الصيد وهذا النادي موجود في بورفؤاد ولما عرفت من الأستاذ مصطفى عكاشا المنظم والإداري بتاعنا إن هذا الفريق هيبدأ فأنا قلت ليه أعود يعني ملعبش ومحتكش باللعيبة لحد شهر عشر الجاي لأ أنا عاوز ألعب في الممتاز به خير وبركة لو استطعنا نفوز ونكمل ونخلي الفريق ده يوصل للممتاز ألف لأن أي فريق مهما كان قوته لازم يبدأ بالممتاز به ويصعد لألف محدش بيخش ألف مرة واحدة فالنهاردة كانت أول جولة مع فريق هوات الصيد في بورفؤاد وقابلت اللاعب المصري المحترم محمد عامر هذا اللاعب على فكرة له باع طويل في الشطرنج هو أكبر مني بخمس سنوات وقابلته قبل كده في مباراة رابد واستطاع أن يفوز علي تقييمه الرسمي في الكلاسيك ألف وتمنمية تسعة واربعين ولكنه استطاع أن يصل إلى فوق الألف وتسعمية من قبل تعالوا نشوف إيه اللي حصل في المباراة المباراة دي أنا كنت على بورد واحد المفروض أقوى لعيبة بيكونوا على البردات المتقدمة فأنا كنت على بورد واحد وكنت بالعب بالأبيض ويلا بينا كفاية كلام لعبت بي ده وزير نايت أف سيكس نايت أف ثري وهو اختار يلعب الجي سيكس من خبرتي كده معظم لعيبة أو اللعيبة المصريين بقوا يلعبوا الشكل بتاع الجي سيكس ده يعني تحس أن الموضوع فانكات تلفيل الأسود ده حاجة متأصلة في اللعيبة المصرية بيحبوا الأشكال دي جداً بيحسوها صلد وقوية وأنا تقريباً كل ما اختار التفريع ده بالأبيض أقابل الفيانشيتو سيستم أو شكل من أشكال فانكات تلفيل الأسود ده أوكي لحسن الحظ أنا من اللاعبين اللي بيلعبوا بيدق ملك وبيدق وزير فقررت أن أنا أقلب الشكل ده اللي بيدق ملك بداية من نايت نايت سي ثري لو هو عاوز يمنع الـ E4 هيحتاج يلعب حاجة زي الـ D5 يمنعني من الـ E4 وألعب بش بـ F4 ونخش في مباراة زي المباراة اللي عبتها مع الأستاذ الدولي سيد بركات وستطعت أن أتعدل معك ممكن أسيب لك اللينك بتاعها في الوصف لو نسيت أسيب اللينك في الوصف قل لي يا عم أنت نسيت أسيب اللينك في الوصف خش أحط لي اللينك ولا حاجة أوكي حاضر ولكن أستاذ محمد عامر لم يختر D5 وإنما حط الفيل وأنا أخدت الـ E4 جدير بالذكر أن التبييد هنا كارثي كارثي ليه؟ علشان E5 فضيعة لو الحصان رجع هنا بتلاقي H4 H5 هجوم سفاح ولكن هو لعب هنا الـ D6 الإنجن بيقول الـ D6 مش حلوة وحتى هنا ممكن يلعب حاجة زي الـ D5 وعليها E5 Knight E4 وهكذا ولكن هو لعب D6 وعلى فكرة أنا شفت التفريع ده كتير جدا في المباراة البلدز اللي بلعبها على النت بيشب E2 وعادة أنت مش حابب أن الفيل ده يطلع يربطك ولو استطعت أنك تكسر الفيلين فبعض يبقى خير وبركة يعني مثلا لو هو لعبت كده هو طلع ممكن تلعب Knight E2 وتحاول تكسر الفيلين فبعض أو تقول له H3 انت جاي تعمل ايه فيديك الفيل في الحصان مش مشكلة معك امتياز فلين المهم أنا لعبت بيشب E2 وهنا هو لعب تبييت تبييت بعدين لعب C6 وأنا لعبت A4 ليه A4 عشان لو أنا لعبت مثلا أي حاجة زي H3 مثلا فما بحبش أبدا اللاينات بتاعت الـ B5 وبعدين لو حاول يمنعني يمكن يلعب A4 ويحاول يدفع بس لو كانت ما يقدرش يأكل عموانا بحبش الأفكار دي ان هو يدفع علي أو ياخد مساحة على جناح الوزير ويضغط على الوسط بهذا الشكل فلعبت A4 علشان امنعه من الـ B5 وهنا هو لعب A5 يعني ما تكملش يا عم في الدفع بتاع الـ B ده وتوقف الى هنا على فكرة A5 من النقلات الجيدة الإنجين مش مرة شحة قوي ولكن الـ Data Base بتقول في هذا الشكل A5 تالت أحسن نقلة بتتلعب تلعبت 400 مرة قبل كده وأكتر نقلة بتتلعب Queen C7 أو Knight BD7 وكلهم نفس نسبة التعادل والمكسب بالأسود يعني نقلة ممتازة A5 ما فيهاش أي مشاكل هنا البست موف H3 ليه لأنك بتلعب ضد هذا الفيل انت مش عايز الفيل ده ينتشر بسهولة أبداً وكمان عاوز تلعب بشب E3 ومش عايز الفيل يتم التحرش به من خلال Knight G4 في H3 باستموف على الـ Engine وباستموف في الـ Data Base وعليها فيه لينات كتيرة هنا اللاين اللي كان مدايقني ومؤرقني وحاسس انه هو لو لعبه هبقى أنا مش مبسوط انه يلعب Knight A6 وفعلاً Knight A6 هي الأولى على الـ Data Base قتل نقلة تلعب في الشكل ده Knight A6 ليه لأنها رايحة للمربع الضعيف ده؟ هو لعب هنا Queen C7 وأنا كملت انتشار برضو ما زال عنده Knight A6 ولكن اللي كان في بالي انه كنت ممكن اديله امتياز الفيلين بحيث ان الحصان ما يجيش يدايقني أبداً هنا لكن لما قعدت راجع اللاين لما رجعت اكتشفت الحقيقة ان في حل وصل إليه اللاعيبة الكبار يبدأ بـ Knight D2 اسمع بقى الكلام ده مهم وإذا تم غرز هذا الحصان هنا ففكرة Knight D2 اني احمي مربع E4 والحصان ده يرجع في C1 ولو لعب C5 بيضرب الوسط فانت بتاكل بيدا في بيدا بياكل بيدا في بيدا وبعدين بتطرد الباشا لو رجع هنا بتاكل البيدا لو رجع زي ما كان فافتكر ان البيداء كان في C6 وتلعب في C5 مما يعني اضعاف في مربع B5 و Knight A3 بقى انت غطيت مشاكلك وهو معرفش يغطي مشاكله في تفوق اتنين للأبيض في الشكل ده اوكي ولكن لحسن الحظ صاحبنا لعب هنا Knight BD7 الانجين بيقول معايا تفوق موقفي واحد كأن معايا بيدا زيادة علشان المساحة والسنتر الكويس حتى الان وبرضو الانجين بيقول ممكن تلعب Queen D2 او تلعب برضو Knight D2 باحتمال تلعب حاجات زي كده بس صراحة دي مش اشكال معهودة او بلعبها او يعني مش متعود على الافكار دي ابدا لعبت هنا Queen C1 Queen D2 بتتلعب و Queen C1 بتتلعب انا لعبت Queen C1 الفكرة ان انا عاوز اكثر الفيل المزعج اللي على الوطر ده خصوصا انه لسه ملعبش ال E5 وانا كلت فياكل ويقفل الوطر بتاع الفيل لسه ملعبش ال E5 فانا عاوز اكثر الفيل الجامد Queen D2 كانت بتعمل نفس الغرض ولكن محبتش ان هو يحط الرخ في وشي اي نعم لو كنت جبت الرخ دي هنا كانت E5 هتبقى مش حلوة عشان هاكل لازم ياكل بالبيدق لانه لو كنت بالحصان هاكل حصوصا مقدرش ياكل تاني الرخ تبقى متعلقة ولكن انا متعود على Queen C1 فلعبتها جمان مرضيتش خليه مثلا يجي كده بتمبو في اي لحظة على البدق بتاع B2 فلعبت Queen C1 يعني هي كده تحسها نقلة متعددة الاغراض جهزت لتكسير الفيل وحمت البدق ده ضد اي Queen B6 في المستقبل اوكي روك E8 فكرة روك E8 ان الوزير اصلا مش موجود على الفيل ده فملوش معنى ان انا جيبها في D8 تاني حاجة لما تيجي تكسرني فالفيل مش مربوط على الرخ وبالتالي ممكن يتسحب الانجين بيقول انت رايح تكسر الفيل ده ليه يا عم دي فكرتني من الاول ما تدقنيش بقى بيقولك هنا العب Knight D2 او العب روك D1 بس بصراحة انا مش شايف ان دي نقلة وحشة ابدا يعني دي نقلة متنسقة مع كل الافكار اللي كنت بفكر فيها من اول المباراة الحقيقة بعد Queen C1 which is a novelty ما تلعبتش قبل كده ابدا خالص الdatابيس خلصت يعني انا من نقلة العشرة بنلعب دماغ لدماغ المهم بعد ما حاولنا نكسر هو الانجين بيقوله هنا العب E5 ولا يهمك ولا يهمك بس برضو انا عارف ان روك E8 دي فكرتها انه مش عاوز يكسر الفيلة اوكي معنى انه شال الرخ دي من مكانها اللي هنا فمربع F7 هيكون ضعيف فعلى طول هنا انا بدأت العب Knight D5 يمكن كمان شوية الانجين بيقول خلاص يا بنسمع الكلام ارجع بيشب G7 وكسر الفيلة او لعب Queen B6 اضغط على طول على هذا البيضق اوكي اعتقد لو كانت لعب Queen B6 والله Queen B6 قوية اوي كنت هلعب Queen D2 يمكن ولو اكل البيضاء ممكن اجنق وزيره عشان روك AB1 او روك FB1 Queen D2 كانت تبقى قوية اوكي ولكن هنا هو لعب نقلة مش افضل حاجة هو لعب Knight B6 عشان يمنع بيشب C4 ولكن ده خلاني اخد باريحية جدا ال F4 اللي كان نفسي فيها هنا كنت متوقع انه لازم يلعب E5 وانا كنت ناوي العب Takes وحاول افتح فايل ال F والانجين بيقول معي تفوق 2 انا معيش ولا بيدأ ولكن موقفيا معي تفوق 2 ولكن هو لعب هنا بس E6 وهذا سمح ان انا اخد المساحة اللي في الوسط على فكرة انا حاولت افتح فايل ال F من خلال حاجة زي F5 ولكن قلت انا بالعكس انا كده بساعده يفتح الوسط وانا عاوز العب هجوم على الجناح يعني هو لحتى لو اكل كده دلوقتي لا ده الروخ دي تشتغل لا الكلام ده غلط فالعبت دي دي مهمة جدا هات لو سمحت الحصان المدافع اي نعم هو مش مضطر ياكل وياكل ويفتح الدنيا هنا فهو مشي ومع ذلك ولازال الروخ الفايل بتاعها مش مفتوح ولكن هنعمل ايه بعد هذي النقلة ضغط على مربع الدي سيكس الانجين يرشح روك دي ايت بفكرة انك لو كلت هيضحي الفرق وبعدين ياخد دي بكش وبعدين تمشي وبعدين ياكل ولكن مازال تفوق كبير جدا للابيض تفوق خمسة اوكي هو هنا شاف ان البيدأ بيروح على اي حال البيدأ لا يمكن حمايته من خلال Naite C4 لانك بتاكل فقرر انه هو يلعب بيدأ في بيدأ بيدق في بيدق وانا فتحت فايل ال-F احنا في النقلة رقم 16 وعلشان تحمي هذا المربع مالوش حماية غير روك E7 وانا انا عادت افكر شوية الانجين مدي C4 افضل نقلة C4 اطرد هذا الحصان من المربع الوسطي الفضيع ده وبعد ما يروح هنا مثلا تلعب Queen F4 وتكمل الضغط ولكن الحقيقة انا لعبت هنا نقلة اوقف فيديو وفكر فيها بصراحة الانجين مش مرشحها خالص بس مش عارف هي حلوة لوحشة هعرف معاك ودلوقتي اعملنا لايك لزيز لو عجبت بالمباراة الى هذا الوقت انا لعبت روك A3 او ماي جاد الانجين رشحها دلوقتي اول نقلة قبل C4 جابها على عمق تحليلي بC4 وروك A3 روك A3 روك RE3 روك RE bättre روك RE3 واكمل الضغط اااااااااااا وال �راحة الان höries لنقوم في أكل الوقت مثل Bishopd7 وكنت محضر thick فجوم Vod7 لنقوم في أكل المدافع قرار عملي جدا فان الانجين مقترحه ثاني او ثالث نقلة بشيب تيكس اي فايف بول تيكس كوين تيكس هنا انا لعبت هنا انا معيه قطعة ولكن انا دايما الان من قوله يلعب حاجة زي اف فايف فيماشيني وبعدين يمشي بوزيره ويحاول اللعب ايه يبقى البدائين بتوعه يبدأوا يتحركوا فلعبت السي فور هنا على طول بطرد الحسان الوسطي ده والانجين انا مديله اف فايف بست موف تاكل ياكل وهكذا ولا ولكن هو ماشي بالحسان وهنا قاعدة افكر شوية بصراحة الافكار الان لقتها كانت افكار موجودة برضو على الانجين ولكن اول نقلة على الانجين انا اخترتها هنا نايت تيكس قاعدة افكر فيها شوية قلت ان هو لو اكل فانا سيخش بالحسان التاني بكيش يترى يرجع هنا وهنزل الفيل وهحاول دي له مات ووضع يكون صعب جدا والكان ايهت ومن الاسي طبعاً لو اكل هنا بياخد الدبل مينفعش يأكل هنا لقيت من F5 قلت ان هيبقى عند الملك سكيب سكوير هيهرب هنا حتى لو انا دخلت بالحصان ده مثلاً بكيش او بالتاني بكيش هيهرب هنا وبشرحة ملقيتش تكميلة واضحة الانجين بيقولت فوق كبير جداً لكن ما حبيتش ان هو ياخد النفس والرخ تلعبه والكلام ده فدخلت اولاً بالكيش عشان انا مش عايزي بدأ ده يتحرك من مكانه الحقيقة بعد الكيش مشي ولعبت بيشب F8 هات لو سمحت الرخ ما عنديش منع ابداً لو انت اكلت انا بصراحة ما كنتش ناوي اكل الفيل على طول وانما كنت ناوي اكل هنا ومين هيستطيع ان يمنع هذا الوزير من انه يجي هنا ويكشف بكشات وما زلت عاوز ارجع الماتيريال بتاعتي يعني الماتيريال بتاعتي موجودة اوكي ولكن في هذه اللحظة لعب روكسي 7 وانا اكلت البيضاء التاني فايل اتش تفتح لاحظ والكوين ناوي يشارك في الهجوم كوين دي فور بكش مشيت ومنع وزيري من انه يغزو جناح الملك ولكن انا لعت نقلة قوية جدا وانا اوقف فيديو وفكر فيها ان شاء الله مش صعبة يعني تستطيع ان تأتي بها النقلة هي روك اف فور الانجل مرشح هنا كوين تي سي ثري وابدأ اكشف بقى بكشات وحاجات زي كده ولكن روك اف فور بتحبس الوزير هنا فكر شوية ولعب لي نايت اي تو بفكرة ان ان انا لو كلت فالوزير بيلاقي سكيب سكوير من خلال هذا المربع ولكن لما عدت فكر شوية انا كلت لانه لو اكل فانا بديلو كشمات في واحد ولذلك بعد نقلة روك تيكس ينسحب صديقنا مباراة يعني قوية انا تعبت فيها واتمنى تكونوا اتبسطوا بالأداء واملونا لايكات كتير وادعونا بالتوفيق في هذا الفريق اللي بيشوق طريقه كده في الدوري الممتاز به وان شاء الله كده يوصل الى الدوري الممتاز الاف نراكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة